السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة سهولة ان انت تدري بها تعمل صور مزعفة لاشخاص او صور غير حقية. بدأت الحكومات تضغط على المواقع اللي بتعمل زكاة الصناعية زي ميت جورني زي دل ايه زي الهناردو. المواقع دي كلها ان لازم تحط علامة مائية. العامة مائية دي احنا مش نشوفها. يعني الصورة بشيء فيه كلمة معينة انت تقدر تشوفها لكن المواقع نفسها تقدر تفرق. يعني جوجل الفيسبوك وكل المواقع الكبيرة هيبقى عندها البصمة المائية دي. يعني خلي بالك ان الصورة هنا. البقرة هنا فيه علامة مائية النحادي نحن شمال ونينة مش موجودة. لكن مش تقدر انت تشوفها. مش تقدر تقول اه ده فيه علامة مائية. العلامة المائية دي هتبقى هيدن هتبقى مخفية. الانسان مش يقدر تشوفها لكن المواقع المتخصصة دي هتبقى شايفاها. وده هيبقى يجباري في المواقع الكبيرة. وده الحكومات خلاص بدأت تضغط عليها. الحكومة الأمريكية وأوروبا. بحس ان يبقى فيه حاجة ما يقدر ميز. لان ممكن صورة تتصرب وممكن تبقى في الإعلام وممكن تأثر ان حد يصل في الانتخابات. او ممكن تؤدي لوجود حروب او خراب بالبيوت. فعشان كده هتبقى فيه علامة مائية وده شيء هيبدأ التنفيذ فيه. يعني مش يبقى فيه خارزمية ان هو يبدأ يدرس بقى صوابع ومش صوابع والصورة دي حقيقية ولا مش حقيقية والزرار والحاجات دي كلها. لا هو اول ما يشوفها اوتوماتيك هيعرف ان دي صورة متركبة ولا صورة حقيقة.